موسيقى زيكا كمان نهارضا في حلقة جديدة هنا في هوم سينما النهارضا في جديد زي ما انتم عارفين امبارح نزل بتاع حب التريلرز حلوة كده كان من ضمنهم اللي احنا هعمله تريلر نهارضا وهو تسعة وكان نازل وفالكون وعملنا له وكان فيه التيزر بتاع فيلم الجديد بتاع عامل نايتشا مايلان وهو فيلم اولد النهارضا ده التالت تريلر نحنا نعمله وهو وهو برضو كان من ضمن اللي كانت موجودة في سوبر بول هو برضو الى حد ما كويز في وكل دقيقة يعني برضو كان نزل له تريلر قبل كده انا اقسم بالله حرفين انا من كترぁ انا بعمل لها تريلر ري اكشن مش فاكر اذا كان عملت له خاصة مرة مش فاكر انا عمل نجيلو تريلر ري اكشن مش فاكر من كتره كان بييجي بتاعه في التلفزيون او كان بيجي بتاعه عن نت وبتاع. فهاشوفت كده كده مرة. للأسف مش فاكر اذا كانت عملته ولا لأ. يعني بس انا عارف يعني مين اللي حيبقى موجود لان انا فاكر ان انا اتفرجت عليه كتير يعني كانوا بيجيبوه كتير. فانا بجد حقيقي مش فاكر اذا كان كنت عملته ولا لأ. بجد يعني. فاستان فيروس تاسعة هو هو نفس الكاست اللي موجود معنا في كل الافلام بتاعت فاستان فيروس المبارغ فيها. وصل للجزء التاسع. الجزء التاسع يظهر يسود. هو فين ديزل ومشارد ريجز برضو هما هما معنا. الجزء ده لوكاس بلاك. هو لوكاس بلاك ده اللي هو كان اسمه شون. تقريبا شون صح اللي كان موجود في توبيو دريفت. وفيه كمان هالم ميرن وفيه جوردانا بريستر اللي هي مية نفس الناس هما هما اللي هيزيد علينا بس. في الجزء ده جون سينا ساب المصرعة وحييجي يمثل في فاستان فيروس. الجزء اللي فات كان فيه دراك. فاستان فيروس ثمانية وبعد كده سمعت اولا شجر كان قريت. ان فاستان فيروس الجزء التامن كان اخر حاجة حيبقى ليه علاقة دراك بيها تقريبا لانه هيبقى موجود في تيريز جيبسون الجزء التاسع. واللي سمعته ان دراك اتخانق مع تيريز جيبسون وتعارك مع فين ديزل حاجة زي كده. فهو حاب ان هو يخلع يعني من الفيلم عشان كده عاملوا اللي هو اسمه هابز ان شاء الله اللي كان مع جيزون ستيثم و ادريس البا. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا معنا بس جون سينا. وفكرة ان جون سينا يبقى موجود في الفيلم احنا ملناش دروك فاحنا عايزين حد تاني من المصارعة ان نفكر في مين ناخد مين اه؟ جون سينا. ماشي هاد. دروك مش موجود اهات جون سينا عادي جدا يعني. جون سينا على فكرة بقى بيعمل افليم جامدة قوي دلوقتي. بقى بيعمل افليم كتير. مش جامدة ايه معناها حلوة. ما عرفش ما شوفت بس بقى بيعمل افليم كتير يعني انا سمعت كمان حيعمل هو اللي حيعمل اه حيعمل دور في سو سايد سكواد بس للأسف مسقط اسم الكاركتر اللي هو حيعمله وتقريما كمان قبل ما سو سايد سكواد تقريما حينزل حيعملوله سبين اوف تقريما زغير في مسلسل برضو تيفي ميني سيريس لوحده وهو جون سينا البطل بتاعه فدخل جامد يعني جون سينا كده دخل زي ده روك. اه المخرج طبعا برضو هو 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 من وجه نظري هو افضل مخرج يعني ممكن هو اللي اخرج السلسلة دي حقيقي يعني ومعانا الجزء ده على فكرة معانا الصيني اللي كان معانا في الاجزاء اللي فاتت كان اسمه هان اه كان هو كان مفروض مات في جزء من الاجزاء بس سبحان الله المخرج رجعه تاني فانا مش عارف بقى ممكن ديكون تكون حركة عامل مخرج اه هان ماتش فراح هم رجعين تاني فهو ما بقى مش بتفهمش بقى هما مفروض بيعملوا ايه ولا مفروض ده ممكن ده يكون قبل توكيو دريفت ان هو انا فاكر ان هو كان مات في توكيو دريفت وبعد كده عرفنا الكام جزء اللي بعديه او الحتة الاخيرة دي اللي هو كان مات فيها هو اللي ولع فيه بالعربية الحتة دي كانت موجودة في توكيو دريفت فكون ان هو يرجع دلوقتي برضو ده شيء غريب ده شيء غريب انا معرفش فيه ايه بصراحة فكون ان هو يرجع دلوقتي فهل الله اعلم هل ده بريكل قبل توكيو دريفت ولا هو هل فعلا ما ماتش لما العربية مفجرت بس ازاي العربية مفجرت وما ماتش غريب اوي ولا هو فعلا هرد من الانفجار وطلع ويكمل السلسلة عادي جدا وده شيء والبقى عادي مش بريكل الله اعلم انا مش عارف هما بيفكروا ازاي وده جزء التاسع وعلى فكرة لسه في جزء العاشر والله اعلم اصلا هيقفل عند جزء للرقم عشرة ولا لسه في اجزاء تانية انا معرفش انا بصراحة ما بقتش مهتمة بالسلسلة دي تاني انا بالنسبة لي انتهت عند موت ده بكل تأكيد المشهد اللي هو في الاخر كان ركب العربية جنب وكل واحد راحه في مكان كل واحد اخد طريق ده باخد شمال وده اخد يمين انا بالنسبة لي السلسلة دي كانت مفروض تقفل عند الحتة دي كانت هتبقى واو احلى النهاية بجد 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 بجدوم هزار يعني الاجزاء كل بقى الاجزاء اللي جاء بعد كده دي ولا لهاي لازمة ولا لهاي لازمة حرفيا مجرد عشان فلوس بس مش اكتر مش الفيلم بيجيب فلوس وهنتو بتروح تتفرج عليه خلاص ما منزلوش لي ما عملوش لي مش هما الناس حابينه خلاص بس انا من وجه تنظري شايف ما عارفش ازا انا هتفرج عليه السنة دي ولا لأ هو مفروض ينزل السكن مفروض ينزل عشرين عشرين بس نزل السنة دي هينزل السنة دي في مايو هينزل السنة دي في مية 28 مية. هتفرج عليه الله اعلم. لان انا بصراحة الجزء ولا الجزءين اللي فاته دول بصراحة كانوا زيفت بالذات الجزء بتاعة شراليه ثيرون ما عجبنيش خالص اصلا. ولا ليه اي لازم اكان. اه طبعا كان عادة ما شوفش التريلر اولا مرة بتاع فاست ان فيريس الجزء الجديد اللي هو رقم تسعة يعني وان شاء الله استنوا بعد جزء العاشر بقى كبان سنة ولا سنتين ان شاء الله حيروحوا الفضاء بقى. طبعا اما كالعادة ما شوفش التريلر اولا مرة هشوفهم معاكو دلوقتي التريلر الجديد بتاع فاست ان فيريس الجزء التاسع لأول مرة يلا بينا. the world has the way of changing but there's one thing that always stays the same you miss the old life. ده برضو تلاتين ثانية يعني ايه ده يعني انا كنت متوقع اطول من كده دحكوا علي يا ولدي اللذينة يعني برضو نفس الحركة اللي عمتوها فيها مع فيلم اولد اللي هو بتاع اما ناتشا ميلان تيزر برضو مش مش تريلر لان خلاص المفروض الأوفيشال تريلر اللي كان نازل اللي كان اعرفنا بقى ان فيه جونسينة حيبقى وحيبقى هو الفيليلن وحيبقى هو اخو فين ديزل تريل بقى وبتاع وصراعي الاخوات ايه شغل بقى موقع افلام هندي بقى وجو ملزق ممتفعامش بقى في الاخر جونسينا ممتن في الاخر يقلب على تشارليس تيرين لانه جونسينا هو مفروض الفيلن وممكن ينضم بقى بالمر للجماعة بتاعة فين ديزل بقى ومشير دوريجلز وبتاعه وفي الاخر ممكن يطلع حيموت وما الحوار بقى فاكس الحوار بقى فاكس قوي 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 يعني وخربت ام التشارة القابضة لفين ديزل عطول ما بيغيره ده هو هو من اول جزء حد الجزء الرقم تسعة هو هو بام التشارة القابضة اللي كان بيلبسه ده لشان فيه تاريما ما عندهوش غيره تاريما اخد توكيل كوتونيل نسبة ترقبي ليه بصراحة لان انا كنت شايفي التريلر فدلوقتي شفت التيزر فما اعتقدش انا هعمله تريلر تاني لان خلاص كده بح لان التريلر كان قريدي نزل ودلوقتي فيه التيزر فانا ممكن اقول نسبة ترقبي للفيلم هي خمسة من عشرة مش اكتر من كده ولو حخش الفيلم لو حخش الفيلم فاستن فيرس حخش عشان حاجة واحدة بس عشان اخش اتفرج على عشان اخش اتحك حرفيا واتفرج على هما الاتنين هما بينقر ونقير مع بعض وهان انا بحبه انا على فكرة بس هو المفروض ميت انا مش فاهم هما رجعوه زي ما علينا ما عرفش هو فلوس هو الفيلم هيجيب فلوس الفيلم هيعدل ربعمائة خمسمائة مليون بس نعمله عشر واحداشر واثناشر وتلاتاشر وكله كمان ونعمله بعد كده بقى ما بين فاستن فيرس وهنجيبه بقى كمان تون كروس بقى يخش معنا وهنعمل كروس اوفر بقى هنلاقي فجأة جيراسيك بارك رط معنا وحنجيب برا عن مش بيجيب فلوس اتخش تتفرج على فاستن فيرس ساعتين تدفع فلوس تاكمل بوب كور نتفرج على الفيلم ايش حياتك با باشا خد فاستن فيخ خد ديزل يا باشا لا مابا حرفان انا بو 어�هن ديزل ده ما باقتناشا بتمثيله بنكلة زي دراك انا ولا محب تمثيل دراك وانا بحب تمثيل في ديزل على فكرة بس بيجيب بس بيجيب فلوس بس ما عندي ايه حاجة تانية هقولها عن التيزر بتاع Orbitalari الجزء التاسع تماما الحالة اكون عجبتكم ان شاء الله شingu out الديسكريبشن ولو حابين تعملوا الفولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو حساب لكم اللينك في الديسكريبشن واي واي